اهلا بكم معكم احمد عمر اكتب sou tos dot com و هن تتكلم النهاردة عن الاليف العضلية في نس بتسأل عناها كتير احنا عملنا بلكده فيديو عناها بس يعني 미كنش في معلومات كفية لان الموضوع كبير يعني موضوع الالياف العضلية هو موضوع كبير موضوع واسع شوية بس باختصار انت فنهاية الفيديو هتعرف الفترق بين الالياف العضلية اللي هي النوع الاول والنوع التاني وممكن بعد كده تعرف انت ايه النوع اللي هو اكتر عندك. لان الناس مش كلها زي بعض. في ناس عندها الالياف السريعة دي بتكون اكتر. في ناس بي عندها الالياف البطيئة بتكون اكتر. وفي ناس بي عندهم الاتنين قد بعض. معظم الناس يكون عندهم الاتنين قد بعض. فهنشرح في الفيديو انت تعرف الموضوع ازاي. قبل ما نبدأ ما تنسيش تعمل سبسكرايب وجرس تابعات وفعلوا على الانستجرام وعال فيسبوك. في اقل من النص دقيقة كده هنشرح الفرق بين الالياف العضلية اللي هي النوع الاول والنوع التاني. النوع الاول اللي هو ما بنسميه يعني بطيء. يعني ديت النشاط اللي انت بتعمله ما بيكونش في انكباط سريع ما بيكونش في سرعة او قوار او اي حاجة من ديت. مسال على كده مسلا الماشي. فالالياف العضلية اللي انت بتشغلها وانت بتمشي او انت بتعمل مجهود شبه الماشي اللي هو تعرف تعمله المدة طويلة. فالالياف العضلية ديت ما بتتعبش بسرعة. انت ممكن تمشي نص ساعة ساعة ساعتين خمس ساعات ممكن تمشي حتى عشر ساعت. ما فيش مشكلة. بس الموضوع بيكون مختلف في الالياف العضلية التانية اللي هي بتسميها فاست تويتش. فاست تويتش او الالياف العضلية اللي هي السريعة. فاديية الالياف اللي هي بتشتغل لما بتعمل انكباط سريع لعضلاتك. لما بتعمل سبرنت مسلا. الماشي زي ما قولنا انت بتمشي ممكن نصف ساعة او ساعة او اكتر. بس السبرنت مش تعرف تفتح سبرنت اكتر من من دقيقة. اه تموت. اه الميت متر سبرنت بيعملوها في عشر سواني او اقل من عشر سواني بس. فالنفس الكلام بالنسبة للناس اللي بتعمل الناس اللي بتعمل او لو انت بتشيل وزني تقيل برضو لو انت في الجيم بتعمل او عقلة او متوازية اي حاجة او زان تقيلة. فكل ده بيبقى شغال على فاست تويتش. فبما ان الالياف العضلية ديت سريعة بما انها بتخرج اكتر فالالياف العضلية ديت الفاتيج بتاعها او الارهاق بتاعها بيكون اسرع بكتير من الالياف العضلية التانية. بعد كده الجزء التاني من الفيديو هنقول ان الناس بتبقى عندها نسبة مختلفة من الالياف العضلية ديت. في ناس الالياف العضلية السريعة عندها بتكون اكتر. في ناس الالياف العضلية البطيئة عندها بتكون اكتر. وفي ناس بتكون الاتنين اد بعض او الريشيو بين بتكون اد بعض. طيب ايه هو اسهل اختبار يعرفك بتاعتك او تكوين الالياف العضلية بتاعتك بيكون عامل ازاي. الاختبار بكل بساطة ممكن يتعمل على اي تمارين من الخمس دول او ممكن تعمله حتى على الخمس تمارين دول مفيش اي مشكلة. تمارين السكوات. تمارين الليكور. تمارين الميلاتري بريس. تمارين البنش بريس. تمارين الباربل رو. كلها طبعا تمارين مركبة. فانت كده هتباقست عضلات جسمك كلها. الالياف العضلية اللي فيها بتكون عاملة ازاي? اي رفعة من الرفعات ديت انت بيبقى ليك يعني 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 وزن. انت مش هتعرف تعمل بيه اكتر من عدة واحدة. يعني دوت او اللي هو زي ما احنا قلنا ده اقصى وزن انت تعرف تعمله للعدة الواحدة. طيب. ايه اللي هيحصل دلوقتي لو انا شلت عشرين في المية من الوزن دوت. يعني هترفع تمانين في المية من دوت. لما نعمل الاختبار دوت هتشوف العجب هتشوف ان الناس فعلا مختلفة لما تعمل الاختبار دوت. في ناس لما تقلل اه عشرين في المية من الوزن دوت. يعني تشتغل بتمانين في المية من الوان ار ام دوت. هتعمل عدة واحدة بس او تلات عدد بس. الناس ديت ترتبهم في الجدول زي ما هوا مشروح يدقسهم ديت اكتر ناس في الدنيا عندها فاس تويتش ماسل فايبرز اللي هما الناس اللي بتعمل ميت متر مسلا او او اي رياضة اه المسابقة بتاعتها وبتطولش اكتر من عشر ثواني. فدولة الفاس تويتش في اول الجدول خالص. في ناس تانية ممكن هتعمل من اربع لستة عدد. نسبة الفاس تويتش اقل شوية بس مازالت كتيرة جدا. دولة فاس تويتش فيري دوميننت. واعتقد ان انا ممكن اكون في الجزء دوت من الجدول اللي ما فعلا التمانين في المية بتاعتي مستحيل اعدي بيها الستة عدد. بعد كده هنلاقي لو العداد زادت شوية من سبعة لعشرة فده بيبقى ده بيبقى يعني اعلى من العادي شوية بس مش زي اللي اتنين اللي قابليه. بعد كده لما ننزل تحت شوية دولة الناس بقى اللي هم بيكونوا اللي هو اللي لو انت بتعمل حوالي حداشر لتلاتاشر عدد من التمانين في المية بتاعتك. كل بقى ما هننزل تحت من الجدول كل ما العدات هتكتر على التمانين في المية كل ما هنلاقي ان بتزيد فالناس دي هتكيب عندها سلوتويتش اكتر بكتير لغاية ما بنوصل ان في ناس في اخر الجدول خالص ممكن تعمل واحد وعشرين عدة على التمانين في المية بتاعتها. علشان كده في ناس بتتميز في الرياضات السريعة اللي هي المدة بتاعتها بتكون سيارة وفيها باور عالي. وفي ناس تانية بتتميز في الرياضات اللي هي بتكون عكس تماما اللي زي الماراثن او اي حاجة بيكون فيها مسافة طويلة وبيكون فيها مدة طويلة فضولة اللي انت هتلاقيهم في اخر الجدول. وفي رياضات تانية طبعا بتحتاج زي كل تقريبا الرياضات الجامعية سواء كرة او سلة او اي حاجة من دي. فانت بتحتاج الاتنين. انت بتحتاج تحمل. وفي نفس الوقت بتحتاج برضو ان انت تجري بسرعة. بس مش بتجري بسرعة طول مدة المباراة. الحلو برضو في الموضوع دوت ان هو هيعرفك ليه بيلاقي ناس في على مستر اولمبيا مثلا لها اكبر حاجة في كمال الاجسام. وكل واحد بتلاقي بيتمرن بطريقة مختلفة. يعني في ناس مثلا بتستجيب جدا للعدات قليلة. كل تمرينها بتعمل عدات قليلة. وبتاخد راحة طويلة يعني بتتمرن شوية زي وفي نفس الوقت بيتلاقوا على وجسمهم حلو. وفي ناس تانية بيكونوا العكس تماما. كل العدات بتاعتهم بتكون فوق ال 15 وفوق العشرين عدة. ديت الطريقة اللي جسمهم بيستجيب ليها. فالناس اللي بتعمل عدات قليلة فدولة بيكونوا ديت الطريقة اللي هم بيستجيبوا لها اكتر. الناحية التانية بيكون هم فالدولة بيستجيبوا اكتر لما بيعملوا عدات عالية ويرياحوا مدة قليلة بين المجموعات بتاعتهم. والجانب التاني بيكون العكس بيحبوا اكتر العدات الا قليلة. الاوزان التقيلة والراحة بتاعتهم بتكون اطول بكتير. ودولة عموما احنا قليل يعني لما بنلاقيهم في لان الناس لما بيكون عندهم الالياه في العضلات دات وبرضو بيكون عندهم شخصية مختلفة شوية يعني بيحب ان هو يعبر عن القوة بتاعته بطريقة مختلفة ده بيبقى بينجزب اكتر للباور ليفتنج بينجزب اكتر للأوليمبيك ليفتنج بينجزب اكتر لحاجة فيها سبرينت او سرعة او حاجة فيها جامب عالي او اي حاجة من ديت. فيعني ديت حاجة برضو اه كويسة ان الواحد يعرفها. فهتمنى ان الفيديو يكون ضاف لك معلومة جديدة. اه حط رابط الكتاب دوت في الشرح اللي انا جايب منه. الجدول. واعمل عليه فيديوهات كثيرة ان شاء الله اللي جايدت. يعني ههريكو فيديوهات من الكتاب ده. لان من احلى كتب اللي انا قاريتها. انا فعلا مستفيد منه. مستمتع بيه جدا. فحط الرابط بتاعه في الشرح. ونشوفكو في الفيديو اللي بعده.